السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامجكم استشارة مع سارة في الحلقة نسيت وش الحلقة 94 وضعنا 94 دائما نسأل قبل الحلقة رقم كم المرة هذه نسيت حبا بيذكركم وخاصة أخواتي اللي عندهم بزنس بالإنستغرام إنه في إن هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمينز الخليجية للمدفوعات فإن كنتي أو كنت ممن يقدمون خدمات زي أو صعب مشروع عندك متجر على الإنستغرام أو حتى من الأسر المنتجة فالتطبيق من شركة تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا تقدر تسوي فواتير إلكتروني على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق يسددونها بالطرق المفضلة لهم مثل مادة أو أبل باي وتحصل فلسك على حسابك البنكي بكل سهولة والأجمل أنك تقدر تقدم الخدمات لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة أنشئ الفاتورة ارسل رابط الدافع حصل فلوسك وتقدر تحمل تطبيق كوكلايت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة في هذه الحلقة إحنا مرة 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 سعيدين باستضافة أستاذتنا الفاضلة منالة واجري أخصائية صعوبات التعلم وبالتحديد الدسلكسيا أستاذتي منال أخذتي الماجستير من جامعة ساوت هامتن من بريطانيا وتعمقتي بالدسلكسيا الحلقة هذه نبي نفرغها أعظمها وكثرها للموضوع هذا ليش لا أبالغ لو قلت لك أنه على مدى ما كانت سنوات المملكة قدمت تعليم عام ومنظم وحكومي ضاع الكثير من أولادنا وبناتنا ما كنا نعرف أنه عندهم صعوبات تعلم كنا نحسبهم أغبياء ما يفهمون كسلان يؤلمني أن أقول بأن ما زلت إلى يومك هذا وأنا أكتب في تويتر أسمع لما نتكلم عن التكريم يقولون من حق الشاطر يتكرم صحيح وشو لذاك كسلان أنا هنا لا تعليق من جد من جد يعني شكرا لك شكرا دكتورة بداية شكرا جزيلا شكرا لماك بالفكرة حلقة اليوم بتنقذ ناس أنا أقول بتنقذ أطفال كثير عشان كذا إحنا ممتنين لحضورك شكرا لك شكرا لك انطلقوا أثرين رجالا أنا ممتنة أنا ممتنة أنه أنت صدفتيني وثقت فيني أنه نحن نتكلم عن هذا الموضوع الحساس موضوع التكريم هذا يمكن حلقة كاملة بداية الأطفال اللي عندهم دسلكسي أو عصر قرائي هم أطفالهم ما اختاروا أنهم ما يكون تحصيلهم الدراسي مثل أقرانهم لم يختاروا هذا الشيء ثقوا ثقة تامة أن الطفل الله هو متعمد أنه يكون متأخر عن زملاء ولا عن إخوانا ولا أن ينرفزك يا ولي الأمر ولا أن ينرفزك يا المعلمة ولا يا المعلم يستفزني ما يطعي ذاكر ما يطعي يقرأ ما يكتب يستفزني خصوصا في الصف الرابع يمكن تكثرها الشكاوي كثيرا عند أطفال عمرهم تسع سنوات طيب يمكن الدسلكسي أو العصر القراءة هي نوع من أنواع صعوبات التعلم وليش كثير كثير الحكي عنها لأنها يعني هي تشكل أغلب أغلب الفئة هذه فئة الأطفال عندهم صعوبات التعلم يعني ما يقل عن 60% من الأطفال المشخصين عندهم صعوبات التعلم هم عندهم دسلكسيا وبعد أن تجينا باقي للأنواع الثانية يعني الدسك الكولي له العصر الحسابي والدسلكسي هي العصر القرائي التفقوية يعني العلماء العربين يسمونها العصر القرائي سواء قلنا دسلكسي أو عصر القرائي نحن نقصد نفس الشيء لكن أول ما نقول عصر قرائي على طول أول شيء صعوبات القراءة هي يعني مجرد قمة الجبل الجليدي للدسلكسيا يعني في عندنا مظاهر كثير وفي مظاهر تستمر معنا الآخر لحظة في حياتنا في الدسلكسيا ومظلومة الدسلكسيا أنه هي بس صعوبات القراءة لا بشرت دسلكسيا عبارة عن يقلب الحروف بس هذا اللي حن نعرف دسلكسيا يقلب الحروف طيب في نسبة بسيطة من الأطفال اللي عندهم دسلكسيا يقلبون الحروف وفي نسبة بسيطة من الأطفال اللي عندهم دسلكسيا الحروف تداخل لما يجون يقرون لما نقدم لهم نص قرائي شخصيا من عام 1427 وأنا أدرس إلى اليوم وأنا مرت عليها الحالة اللي هو تداخل الحروف وقرأت في الموضوع باللغة الإنجليزية والعربية في اللغة الإنجليزية طبعا الحروف الطريقة الكتابة اللاتينية من النادر لا يستخدمون الحروف الطريقة المشبكة زينا إلا في بعض الكتابات الرسمية أو الرسائل عشان كذا الحرف نفسه الحرف الوحدة البصرية الصغيرة هذه هي اللي تداخل عندهم لكن نحن عندنا الأسطر تبدأ تداخل أو الجمل تبدأ تداخل وفقا لروايات العلماء العرب اللي قروا في هذا الموضوع وطلعوا عليه الشخصية ما مرت عليه ما مرت عليه أبدا فبالتالي ما هي واحد من المحكات اللي نعتمدها للتعرف على الأطفال اللي عندهم دسلكسيا أو ما عندهم دسلكسيا إذا كان الأم أو الأب عندهم تاريخ صعوبات تعلم أو أحد من أقربائهم يعني أما أمهم وأبوهم أو أخوانهم يعني شجرة العيلة فيها شيء من صعوبات تعلم ما يحفظ الآيات ما يحفظ جدول الضرب كانت المدرسة عندها تحدي كبير وكان يكرهها وكان هنا يزيد عندنا الشك أن أبنائهم بيكون عندهم دسلكسيا أو عصر قرائلة هي موروثة هي موروثة يعني ما هي مكتسبة بسبب سوء التدريس ولا هي مكتسبة بسبب مثلا مشاكل بيئية أو زي مثلا لا سمح الله يكون البلد فيها حارب فما صار في تعليم فحنا نقول له هو الآن هذا الطفل عنده دسلكسيا أو عصر قرائلة تنخلق مع الطفل إذا ممكن نتكلم عن جيلي 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 طيبين كثير مننا لم يشخص وبالتالي ممكن نحن نشوف عياننا وإحنا ما ندري عن نفسنا وبالتالي نازم ننتبه النقطة هذه قد أكون لدي ولا أدري هذه بس حبيت أن أولها يا جماعة شكرا أنه جينا لم يشخص واللي تحتنا بعد شوي ما شخص أبشر كل الآن أبشر كل الآن أدوات التشخيص عندنا أي نعم موجودة ولكنها ما أقول لك أنها بهالوفرة ولا هي سهل الوصول لها قد ما يزيد عندك خبرة في الموضوع تجيبين قائمة شط وتقعدين تشوفين الخصائص من خبرتك وبعدين يبدأ يزيد عندك الشك وتسوي مقابلة مع الأم مع الطفل هل كان عندكم مشاكل يعني في الدراسة أنت أو الأب وما إلى هناك وبعدين نبدأ نوصل والملاحظة ونبدأ نوصل للمرحلة أن نمسك ظل المشكلة حقيقة موش المشكلة يوجد تشخيص أي نعم ولكن ما هو التشخيص اللي من سهل أنك توصله أو من سهل أنك تحصل عليه في حكاية التشخيص هذه بودنا أن نفتح موضوعها لأنه من جدي يعني عميق ومعقد جدا تقدر نرجع له في نهاية الموضوع أي ممكن جدا فبداية أنا نودي بس أنوه أنها هي موروثة وإذا صار الأم والأب عندهم مشاكل فيشكون أنه أطفالهم قد يكون ونبدأ نشتغل من بدري نتكلم يمكن علشان في حضرة نحن الآن مرحلة ما قبل المدرسة يمكن مرحلة رياض الأطفال الآن الوالدين أو معلم رياض الأطفال فيه أشياء لازم ينتبه لها ويلاحظها وتخليه يشك وتخليه يركز وتخليه يشتغل على هذا الموضوع في رياض الأطفال في رياض الأطفال واو طبعا في رياض الأطفال عندك مثلا اللي هو دكتورة اللي هو السجع وضبط الإيقاع زي مثلا ما يقدون في الحلقة أعتقد وتطلب المعلمة منهم أنهم يقولون إن شودة دائما هم ما يقولونها الطفل اللي قاعد يراقب الأطفال ويحرك شفاها بشكل عشوائي بس يحاول يحاول يحاكي حركة شفاة عندهم وما هو ضابط التون لو يقد الحالة ما يضبط عفوا الإيقاع الحالة هنا يزيد عندي الشك الطفل لما نجي نجلس أحنا على الحلقة وهو ما هو عارف يقدم قدامه ما هو ضابط نفسه بالحلقة تماما يعني بشكل جيد هنا يزيد عندي الشك الطفل لما يجي يلعب في الملعب ويكون مثلا في عندي مسار يحبون الأطفال هم يلعبون عليه يمشون فيه يتحدون نفسهم لهو التوازن هنا أنا يشك عندي التآزر البصري الحركي عندي الطفل مسكة المقص تسكيرة الزرار هذه الأشياء المهارات اسكلز هذه صغيرة هذه لازم نلاحظها ونكون حساسين جدا منها شي مرة مهم وحن نقول تقلب حروف هو قد يكون وساتيل للأمر وعلى فكرة أنا لأني معلمة رياضة طفال كنا نظن لا يمكن أنك تستشف أن الطفل عندها ديسلكسيا لأن طريقة قراءة الطفل في بداياته زي أراض ديسلكسيا فكنا نقول البنات صاب أننا نشخص في رياضة طفال هو حقيقة يعني يزيد الشك هنا أنا دوري الإنساني كمعلم أنا ألاحظ هذا الشي وأبدأ أشتغل على الطفل من هالناحية وأنبه والدينا خصوصا إذا أنا سألت الأم والأب عندكم شوفوا تاريخكم شوفوا تاريخ أخوانك أنت هي الأم أو أخوانك أنت هي الأب إذا في عندكم أي مشاكل هنا يزيد الشك الكلام وتسمية الأشياء يعني الأركان الأركان في الروضة إذا الطفل في عندها مثلا مجوعة من الأركان مقدر يتذكر أسماءها ووو فيه مشكلة في الذاكرة تماما هي الووركينج مموري عندنا إحنا واحدة من أهم الأشياء اللي إحنا نراجعها ونقراها ونشوف ووو نرجع لها إذا أنا إذا جاء الطفل من المدرسة أنا كأم وجاء ابني بالمدرسة وقال يا ماما اليوم جتنا المعلمة هذه قد تكون المعلمة تزورهم مثلا ثلاث أيام في الأسبوع معلمة رياضة معلمة معلمة تجي معلمة تظل الطفل عندها واحد أي أن كان لكن المعلمة رغم أنها تجي يوم كثير لكن مقدر يتذكر اسمها هنا كمان يجيني كذا علامة استفاهم أنه أوكي يبيلي أشك زيادة كل هذه الأشياء زاعد أن الطفل عنده تاريخ أسري صعوبات تعلم هنا الكرة في ملعبك يا الأم الكرة في ملعبك يا الأب لا لا هذا الأطفالكم امتدادكم فلازم نشتغل على هذا الموضوع طيب مشى الطفل في رياض الأطفال ووصل أولى ثاني ثالث ابتدائي اللي هي مراحل التعليم الأولية في الابتدائي دخلنا أولى نأخذ الحروف طبعا نتكلم عن طريقة طريقة التعليم جيدة أخذنا الحروف ووصلنا نهاية التيرم الأول دخلنا التيرم الثاني في منتصف التيرم الثاني جاءتني المعلمة أو المعلم يقول والله أغلب الأطفال أغلبهم بدأوا يقرؤون الكلمات لكن ابنك أو بنتك إلى الآن مقعد يقراها يمكن المعلم عنده ثلاث أطفال في الفصل عندهم هذه المشكلة هنا يزيد الشك عندي أنه الطفل مقعد يسوي مقعد يقرأ كلمات ومفترض أن يقرأها طيب شاللي يصير هنا يصير ممكن إذا ممكن بس أحكي لك على حكاية اللي هو ليش أحنا نقرأ هي عملية القراءة هي عملية القراءة هي عملية بس مكتسبة كذا بسكيل بأقدمها لك وتسوينها هي تعتمد على مناطق معينة في الدماغ وأي تأخر في واحدة من هذه المناطق اللي في الدماغ راح يتأثر على القراءة وهي ثلاث مناطق صحيح والعملية معقدة جدا سبحان الله عملية معقدة لأن الكافر يؤمن لما يقرأ عملية سبحانه هي عملية فك الشفرة تسمى أو فإذا ممكن إذا ممكن نلعب أنا وأنتي دكتورة لعبة وإذا الأهالي فيهم يلعبونها في البيت حتى مع أطفالهم طيب إذا ممكن أحتاج ورقة وقلام إذا ممكن إذا ممكن نبغى تكتبين تسلسل ورقة من واحد إلى ستة بس عشان نبغى نفهم إيش هو الديكودينج تمام أو فك التشفير أوكي رقم واحد ألف ألف أثنين لام أو أوكي ثلاثة سين أربعة ميم خمسة قاف وستة عين أوكي طيب لو سمحتي دكتورة أعطيك ثلاثة أرقام وكونيلي منها كلمة ثلاثة ستة اثنين لحظة ثلاثة ستة اثنين بالترتيب اللي أعطيتيني أي أي سعد سعد أثنين هي لام بحظة أثنين لام سعل ممتاز ممتاز طلعنا هنا فعل صح طيب الآن بعطيكي رقم ثانية اثنين ثلاثة ستة طلعيلي منها كلمة اثنين ثلاثة ستة لساعة لساعة ممتاز شاطرة طيب ممتاز طيب آخر كلمة شوي أطول واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة والألف نبيها بدون حمزة لحظة واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة أربعة ستة أوكي يا أسمى دكتور السمع السمع رائع أوكي تخيلي هذه الكلمات لو أنا وريتكي إياها بدون الترقيم هذا كذب تقريناها على طول يعني يا أجزاء من الثواري صح صح الحقيقة عندما نبدأ نتعلم القراءة نقوم بهذه العملية اللي هو نشوف الرمز البصري اللي هو الرسمة هذه الصغيرة والروح وتاخذها الذاكرة العاملة تدخلها العين فالذاكرة العاملة تقول مثلا على سبيل المثال سعد فالذاكرة العاملة تاخذ الحرف السين تقول أوكي أنا ما أنا متأكدة لكن هذه ممكن تكون ثلاثة ممكن تكون شين ممكن تكون ثاء ممكن تكون يعني ما أنا متأكدة وبعدين تروح لذاكرة بعيدة المدى تقول لها أنا شفت هذا الرمز شو هذا الرمز تكون الذاكرة بعيدة المدى تقول طيب ممكن حتى ذاكرة بعيدة ما تسألها هل فيها فتحة ولا ما فيها فتحة هل فيها كسرة ولا ما فيها فتحة عرفتي بعدين تقول لها هذه على الأغلب هو الصوت فالفنيم الصغير اللي هو هذا يروح للذاكرة العاملة وبعدين يبدأ الطفل يقول بعدين نفس الشي العين العين تلق حرف العين وتأخذها للذاكرة العاملة وهكذا لغاية ما نفك الشفرة وهذا يكون مع المصطلحات الجديدة وإنما نقرأ أسماء الغربية أو المصطلحات العلمية نحن الآن الراشدين نستخدم هذه الطريقة لكن دون إدراك لكن مع الخبرات نحن قاعدين نسوي قراءة سورية أكثر من أنه في دليل لنا في تيجينا كلمات ناسين النقاط ما نستطيع نقرأها صحيح صحيح حتى بدون الحركات نفهمها من السياق نفهمها من السياق الطفل في بداية تعلم القراءة حقيقة يقوم بهذه العملية الشديدة تتعقيل فتخيل العبء اللي على الدماغ يصير وقت ما نحن نتعلم القراءة مرة مجهود كبير مرة مجهود كبير أنا الآن أتكلم مع الطفل اللي ما عنده ديسلكسية مرح أقول الطفل عادي أن كل أطفال عادي أتكلم مع الطفل اللي ما عنده ديسلكسية أجي الآن لطفل عنده عسر قراءة وديسلكسية تخيلي العملية شنو مرة في قيلة مرة في قيلة على هذا الطفل عشان أعطيه جملة من ثلاث كلمات بدون مبالغة ممكن نقل ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق للطفل في ثالث بتدائي أو ثاني ابتدائي خصوصاً الكلمات الجديدة يعني لما قدم لها على سبيل المثال محمد هو ما رح يقراها هو بيأخذ صورة محمد مع الخبرات من أولى ثاني ثالث لكن لما أجي أنا قدم لها كلمة المنذر على سبيل المثال هو بيسوي لي حكاية فك الشفرة أو decoding لما يجي يسوي عملية الإملاء تخيل أنه يسويها العملية لكن بشكل عكسي اللي هو coding يرجع يسوي لها شفرة الآن فتخيل العملية شنون معقدة بنفس الحصة بنفس الدرس المعلم يطلب من الطفل يقرأ سطرين وبعدين يرجع يملي والطفل يعني وقت يعني وقت وسترس وعفوا والضغط النفسي اللي هو يمر فيه ومن هو أول واحد يحلها أوه هذه المصيبة والنسخة منه السبورة والنسخة من السبورة النسخة من السبورة يعني عملية جدا مرهقة ومجهدة للطفل لأن العين لما ساعة التحديق طبعا نحن عارفينها التسع وطيق وفقا للأمر اللي نقدمها لها العلماء شافوا أنه تحديق العين الأحرف اللاتينية لا يتعدى تسع أحرف نسين؟ فتخيلي في القراءة في وقت القراءة لا يتعدى تسع أحرف الطفل الآن قاعد يشوف السبورة هالسبورة البعيدة الكبيرة ويقرأ قاعد تريد دي كودينغ الخط المعلم الخط المعلم اللي قد يكون ما راعي أصلا أنه في طفل وبعدين يرجع مرة ثانية ينسخ وبعدين يلا إملاء يعني العملية جدا معقدة وما هي سهلة والطفل ما اختار أبدا 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 أن يمر بهذا الشيء هذه المراحل المعقدة من المعالجة عنده أكثر من غيرا من الأطفل الآن احنا في صف أول ابتدائي وثاني ابتدائي وزادت المشكلة عندنا وتخيلي خبرات الفشل عند الطفل وصلنا ثالثة ابتدائي وخبرات الفشل قاعدة تزيد وتزيد حتى المعلم المتفهم المعلم المتفهم ممكن هو طالع من الفصل فلان إذا ما فهمت خلي فلان يشرح لك هذه الكلمة قد تكون سهلة عند المعلم لكن أثرها مرة ووقعها مرة كبيرة الطفل العادة اللي عنده ديسلكسيا ممكن يكون يصاحبها مشاكل في الحساب قد يكون لكن مو دائما فتخيلي أنت خبرات فشل الحصة الأولى الثانية ثالثة طلع عن فسحة فسحة عندي عشرين دقيقة لازم أدخل المقصف وتزاحم عشان أخذ مصروفي عشر ريال أعطيت عشر ريال أعطاني وأقعد أنا حايس أحسب الباقي لأني عارف بركب السيارة وبعدين أبوي بيقول لي أنت أليم متى يلعبون عليك أليم متى تأخذ الباقي فتخيلي هالخبرات إحباط 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 يجي الطفل صف رابع المهم ما تدسيت المعلمين بدأوا يكثرون التحدي بدأ يكبر الاعتماد عن النفس المفضون يكون زايد لكن أنا جايك وأنا محمل بالإحباطات هنا كثير من حالات التحويل تجينا واللي فعلا تكون ديسلكسي الأطفال يفرابع فدائي بقاطك وأنا مرة قللي تدب تجينا أين أنتم إحنا معلمين برامج صعوبات التعلم في المدارس الحكومية ومشاء الله مغطين الكثير كثير من المدارس هل كل مدرسة فيها؟ سمي كل مدرسة فيها حكومية؟ مو كل مدرسة مو كل مدرسة ولكن المتروحين مثلا إدارة تعليم شمال في أكثر من مدرسة ما شاء الله العدد أنا أعتذر نقاطاتك بس أعرف هذه الإفكار في رأس أمهاتنا نرجع فيجينا هذه الحالات ومحبطة من حقها أنها إذا شكت أن طفلها أو طفلتها عندهم ديسلكسيا أو عسر قراءة وصعوبات تعلم بشكل عام من حقها تروح للمكتب إدارة التعليم اللي تابعة لها المدرسة طبعا تمر المدرسة إذا المدرسة ما قدروا يلقوا لها حل نحن رحنا للموضوع اللي هو الإجراءاتي المفروضة تكون إذا المدرسة ما لقوا حل ما لقوا حل ما كان عندهم معلم صعوبات تعلم وهم عارفين محتارين في الحالة أحيانا يحترون في الحالة تروح للمكتب التعليم اللي تابع المدرسة تابعة له وبعدها هم يوجهونها إذا كان برامج صعوبات تعلم والبرامج الأنسب يعني للطفل إحنا الخدمات نقدمها طبعا جلسات تربوية فردية يعني نسخر الوقت كلها للطفل خم طول السيشن خمسة واربعين دقيقة لكن السيشن مرة جميل ومرة متنوع ومرة هذه ودي نخلي التدخل وشراك الدكتور يس 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 آسفة فيني خرشة لا لا أبدا أبدا وأنا أعرف من وين نبدأ يعني في موضوع لا أنت منظم الموضوع وأنا قاعد أخرب عليك آسفة فضل أبدا فوصلنا رابع وليش في رابع تكثر حالات الدسلكسيا أكثر من أي حالة ثانية الأطفال عندهم دسلكسيا طيب نسبة ذكاءهم بالمتوسط وقد تكون أعلى والإبداع عندهم أعلى فهم يبتكرون طرق أنه يخبون هالصعوبة عندهم وهذا للأسف موجود عندنا هنا في الدول العربية أكثر شيء اللي هو أن أخبي أنا وش عندي أحاول أبين أني أنا قاعد أعرف أقرأ كويس وحاول أبين شلون يا أما يقعد يسمع يسمع أصحابهما يقولون عشانا ما يجي دوره يعني تصير عندنا مثلا أنه يقرأ تقرأ البنت سطر الأخير قبل ما تقرأ سطر الأخير قبل ما نوصل تفتح الصفحة وتقرأ سطر الأخير لأنها حافظة تسمع صاحباتها يقرأون يقرأون أو أن يكون عندها معلمة خصوصية في البيت قاعد تحفظها أنه عشان الأم تقول آه كويس ممتاز أنت قاعد تقرأ بينما هما يبتكرون طرق تخبيئة الصعوبات وللأسف يظلون عايشين في هالفقاعة حقاتهم نحن نسمي يما كنزمات الدفاع النفسي كيف أحمي نفسيتي كيف أحمي نفسي أني ما هي الطرق اللي أقدر أني أخفف من الإحباط أو الملامة أو العتاب أو العقاب يالله وكأنها غلطتة وكأنها غلطتة للأسف فيجينا الصف الرابع محمل محمل بالإحباطات وخبرات الفشل نبدأ نشتغل على هذا الموضوع اللي هو من وين ندخل في القراءة أحيانا نبدأ حقيقة مستوى الحروف مستوى البداية وعلى طاري الحروف هو يعني نهج أنك أنت تتعلم الحرف الأبجدي اسمه وهذا نهج خاطئ تماما وياليت ياليت الأهالي والمدارس ما يتتبعونه اشرحيها تكفين لأنه لما تقولين الحرف واسمه يمكننا يعني حكاية أنه الألف أو الهمزة نقول له هذا ألف ألف أسد طيب هو الاسم الآن أنا عندي كطفل خصوصا في رياض الأطفال أعتقد أنه كلا نعلم كذا وأنا غسلية دي أنا ما سويتها أنا أحذر منهم لا مش مهم يعرف أن هذا با تا زين شين مش لازم يعرف صوته يعرف صوته وينه في الكلمة وأنا ما بيأدوشهم في حكاية المقاطع الصوتية وأهميتها أنه نعلم أطفال القراءة يمكن هذه المختصين فيها المعلمين واليوم حلقتنا للأهالي فأنا ما بيأدوشهم في هذا الموضوع ولكن أول ما تشوفين المدرسة تستخدم هذا الأسلوب لا في الروضة ولا في أول ابتداء هنا أنت الدخلي هنا أنت الدخلي لو مو شرط أنك تجابهين المدرسة أو هذا إذا ما استجابه ورشاداتك أنت عندك الكرة في ملعبك أو أنت يا الأب فأبدا أبدا ما أجي أعلم الأبجدية بأسماءها وبعدين أجي أتعلم الكلمات أبدا أتعلم الكلمات مقاطعها الصوتية وبعدين أفككها وبعدين بعد ما أخلص وأغطي متأكدا أني غطيت كل حروف أجي أتعلم التسلسل الأبجدي كمرحلة أخيرة بعد القراءة بليش التسلسل الأبجدي شغل عندي الذاكرة العاملة فهنا هو تدريب أنا هنا ترابط لازم لما نقول ABCDEFG فإحنا متسلسل مربوطة وعلى الفكرة العرب ما يسوونها إحنا ما عندنا النشيد العربي كانت في أفتحي السمسم كانت بس ما حد يستعملها صحيح بعدين شو يقولون ألف أرنب نفط ماذا سوي باء يعني فككوها صحيح كانت ABCDEFG أو ألف باتاثا جيمحا كانت حلوة فتحي السمسم لأنها 28 حرف مربوطة كأنها قطار أو مربوطة كانها قطار والصوت اللحن هذا ترى مرة مهم مرة مهم للذاكرة الصوتية للطفل يس الطلعة والنازل هذه كلها تدريب للوعي الصوتي عند الطفل إذن بس ما قاطت رجاء ادخلوا يوتيوب اكتبوا الحروف الهيجائية افتح السمسم بتطلع لكم انشودتها عمرك 20 وش 20 سنة 30 40 سنة صحيح الكوالاتي لك عليه بس انشودة نفسها مهمة لأولادكم وإذا فيه انشودة مرة جميلة وأستخدمها أنا صراحة أستخدمها اللي هو المقاطع الصوتية اللي هو إذا تتذكرون كان فيه زي طرق وبدين R نب طبعا هم راح تذكرون وكاننا نمتشدك صراحة من ذكرها اللي هو يعطيه المقطع الصوتي الأول بعد المقطع الصوتي الثاني ولدين تقابلون R نب حقية شركة الكهرباء أظار يسمون المدلسوها بالعربي سووها بالعربي هي هم مخطينها من السيسم ستريت وبرنامج ثاني كمان اللي هي الهيجائية اللي عنقاتكم R ناب نعم R ناب أيوة حتى برنامج المناهل أذكر كانوا منزلين المناهلك متازة بس شوي المناهلك شوي متقدمة صحيح تفيدنا في العلامات الترقيم والهمزات يعني ممكن أنها تكون مفيدة وهذا التفكيك نقدر كأمها تنلعبها مع عيالنا روعة مبلازم يعني كانت في الشاشة عندنا مكتوبة أر نب أر نب يعني نقدر نقوم بعمل صوتي مبلازم روعة يعني مثلا الآن أنا دكتور ربعطيكي مقطع صوتي خا طويل اللي هو ممدود خاتم خاتم يا سلام أعطيني أنا مقطع صوتي مثلا سر داب فالشاهد مرة جميلة خصوصا في السيارة أنا دايما لعبها مع عيالي نركب السيارة نبي شي نبي إحنا ما عندنا وقت إلا هذه السيارة نكون رائقين وقاعدين وما في شي ما في راش ولا فمنجد كل خمس دقائق تمر ومرة لها مرة لها قيمة ومرة ثمينة الشهر اللي يمر بعمر طفلك إذا راح ماهو براجع أتكلم هنا للأم وللأب أو الشخص المسؤول عن تربية الطفل سواء كان الطفل عند عم أو خالة أو جدة أو أي أن كان أنت الشخص المسؤول أرجوك الشهر اللي يمر من عمر الطفل إذا راح ما راح يرجع من الصعب جدا تعويض هذا الشي لأنه في مراحل النمو مراحل ذهبية يعني يمكن أنت في مراحل النمو هذه مراحل جدا جدا ذهبية يعني مرحلتين عمر سبع سنوات أنا ما أقول لك يا الله أخذي راحتك من أربع إلى خمسة بعدين ستة أشتغل بعدين لا 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 ما فيه تأخرنا ممكن يجينا أطفال عمرهم 11 سنة ونشتغل لكن ستقولي النتائج اللي نحصل عليها موزين نتائج الطفل اللي ادخلنا معه عمره 8 سنوات قبل 9 سنوات شي 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 الفترة الذهبية هذه في المرحلة الدراسة سبع الله قبل 9 سنوات في تعليم القراءة والكتابة في زرعة ثقة بالنفس أشياء كثير بعد 9 سنوات أي نعم يعني ما فيه شي متأخر ما فيه شي متأخر لكن صدقوني النتائج راح نحصل عليها موزين قبل هالمرحلة العمرية فأرجوكم أرجوكم ياللي مسؤولين عن الأطفال أرجوكم هم أمانة أمانة عندكم أمانة يعني هم مستقبل الوطن خلونا نشتغل على هالموضوع يعني شهر حسافة يروح سهر حسافة يروح سهراني المطعم وقهوة بدون هدف ما فيها شي في الأسبوع حطي لك هدفين هدفين اثنين وحقيقيهم اللي أنت تبينا يعني لكن لازم نشتغل لازم نشتغل بجد في هالموضوع وما راح يكلف كثير من الوقت ونتائجة أكثر أحد مستفيد منها أنت يا الأب وأنت يا الأمة وأنتم من المسؤولين على الأطفال نتائجة عندكم ودخل المدرسة يعني عندها هالمشاكل أو هالمؤشرات هي مشاكل تأذر البصري الحركي الخط الخط دكتورة كمان من المؤشرات اللي لازم ننتبه لها كثير توازنة كيف هو موجود كيف موجود في الدفتر إذا كان الدفتر مسطر وقاعد ينزل حين يطينا مؤشر ذاكرة الطفل باسماء أصدقاء أو معلمين الأماكن داخل المدرسة هذه كلها أشياء لازم نكون حساسين منها ومنتبهين لها لا كمعلمين ولا كأهالي ولا كنجبال مسألة الذاكرة ذاكرة العاملة من أهم المحكات اللي نستخدمها بتعرف على الطفل عندهم دوسلكسيا وعصر خضائي يعني أتذكر من الموقف اللي صارت كان واحدة من المعلمات اللي تزاهها خير كانت جدا متعاونة معنا فطلبت منها قلت ودينا أعطي البنية مهمة يعني عشان يزيد غطها في نفسها مثلا جمع الدفاتر ومهمة حلوة وسهلة والدور على البنات والبنات يصيرون يعني لها ذق لها أنه فلانة ترى هالأسبوع اللي بتجمع الدفاتر صحا فسوت طلبت منها هذا الشي الله يتزاهها خير في يوم من الأيام كانت مستعجرة المعلمة قلت لها وجو بيها غرفة المعلمات في الدور الفلاني كذا هنا أنا عندي مشكلة في الذاكرة العاملة من قدر تذكر الأماكن وأصلا يمين ويسار أنا عندي إشو فيها عندي مشكلة فيها على الفكرة أطفال لعندهم ديسلكسيا أو حتى الكبار تستمر حتى حتى عند الكبار لعندهم ديسلكسيا تفريق بين اليمين ويسار فوق تحت شمال شرق جنوب هذه مشكلة مرة كبيرة وظاهرة جدا عند لعندهم ديسلكسيا فالبنت جتني قالت أستاذة أنه أستاذة فلانة قالت لي أنه أودي الدفاتر طرفة المعلمات وهي دالة فصلنا مكاننا عارفتها لأنه يعني تطلعوا شبه اليومي فشاهد في الموضوع حتى طريقة إرشادنا للأطفال وطريقة أنه لما نطلب منهم الأشياء وإحنا هدفنا جميل ننتبه نكون حساسين كثير نوع الكريمة اللي قاعدين نقولها نوع الإرشاد وش الشيء اللي أنا طالبته وهل أنا متأكد مية بالمية أن الطفل بيتقنه ولا لا إذا كان أنا هدفي أن نزيد ذقتها بنفسها طيب أنا بريوس شوي هذه المعلمة وش اللي كان مفروض أن تقول للبنت خصوصا إحنا نتفقنا أنها تنجو مع الدفاتر ولما هي قلت لها وديها غرفة معلمات اللي أعطتها هو شيء أكثر من أمر ولمكان ما هو مألوف لها ما هو مألوف لها يمكن أنها زارتها في المدرسة مرتين صح مرتين وقد يكون لي سبب بعد إذن مفروض المعلمة أصلا ما قالت جيبي غرفة المعلمات هو لو كانت البنت الدل ما في أشكال أو غرفة المعلمات واضحة للطالبة يعني مو زي لما أقول المقصف أو غرفة أو المعمل على سبيل المثال هذه الماكن معروفة فأشياء كثير كثير وجدا الموضوع حساس وزي ما قلت الطفل عندما يأتينا محباط ومع كل خبرات الفشل هذه نعمل على حكاية الثقة بالنفس طيب من الظواهر قلنا أنه هو الاضطرابات في اتجاهات الأماكن اللي هو التفريق بين اليمين وعصار فوق وتحت حتى تسمية الأماكن فوق وتحت هذا إذا ممكن دكتورة ما عرف إذا توافقيني أو لا إحنا في ثقافتنا متعودين أنه نقول جب هذا الشيء اللي هنا هذا هو هناك هالفراغ الكبير اللي عند الطفل شفوه هنا ما نعود الطفل سواء عنده دسلكسيا أو ما عنده دسلكسيا أنا أتكلم ما نقول له مثلا شيء اللي على يمين ثلاجة على سبيل المثال الشيء اللي يعني يسار التلفزيون الكتاب طارف 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 بس حكاية هالفضاء المتسع اللي هنا اللي هناك فالطفل وعلى فكرة زي ما قلت أنه هذا شيء من طواهري تستمر معاه نشتغل على هذا الموضوع إذا أودك نتكلم على سري بالتدخل رجاء مهم جدا لأنني كانت وحدة ملاسلة اللي نحطتها طيب داوها بالتي كانت هي الداو بداية بداية نقرأ قد ما نقدر نقرأ طيب دكتورة سارة أنا شفت قبل فترة فيديو أنا اللي هو كنت تقرأين قصة مرة شي جميل يعني على سبيل المثال أنا سمعت اليوم دكتورة سارة تتكلم عن القراءة وهميتها أقوم أنا شا سوي على طول نروح نجيب كتب وعد الطفل للكتب الطفل عندها ديسلكسيا ويلا اقرأ طيب مرة حلو أبدأ بفيديو زي فيديو دكتورة سارة أنها تسمع يسمع الطفل أنا أتكلم عن الطفل عندهم ديسلكسيا الآن يشوف الفيديو ويسمعه ويصير عنده شغف المعرفة أنه وصلت عقدة القصة وإش بيصير وممكن ترى ماينام ذاك اليوم اللي لما يعرف ش بيصير لو أنتي طفيت الفيديو مثلا أقرأ أنا أنا ما أقول يعني هو سلوك القراءة مرة جميل أن يكون في البيت لكن والله أنا ما أحب ما أقرأ ما في وقت متأخر الآن جيب الكتاب والقصة للأطفال وكيتي أقرأ أقرأ لهم كم ممكن توقعهم دكتورة وقت القراءة بيأخذ الأم تقرأ لأطفالها حسب القصة وإذا كانت القصص الطفون البكرة ثلاثة لخمس قائق بدون أسئلة بدون شيء بس قراءة ثلاثة لخمس قائق تخيلي الطفل اللي عنده ديسلكسيا هو في عنده ما شاء الله لقوة الله عنده يعني نسبة كبيرة منهم الإبداع عندهم مرة عالي فأكيد بيطلعها أسئلة أكيد بيطلعها أسئلة إن زينا نحن مشينا أسبوع كامل أنا قاعدة أقرأ ورح يعني في الأسبوع كله ما أخذ مني الأسبوع كله 20 دقيقة قراءة مثلا قرأنا أربع أيام قرأنا ما أخذ مني 20 دقيقة قراءة في مجمل الأسبوع كامل تخيلي هل تستكترينها على أطفالك أبدا أبدا ما تستكترينها نتكلم الآن مع الأم أو الأب أم قد عالسناب ساعة عشان نشوف وشي فلانة ماكلة وشي فلانة شارية وشي فلانة مسافرة ممكن إذا هيدا بغل تورفيه لكن يعني يعني اللي أقدر ألقى لنفسي وقت على الإنستغرام وقت على سناب شات أقدر ألقى خمس قايق في اليوم لو بليدي فعلا وغير حياتك أنا أحيانا أعاتب نفسي على هذا الموضوع المفروض الوقت يزيد لهم الوقت حق الإنستغرام بكلهم طيب بدأنا الآن أنا اللي قرأت تتوقعين أن الطفل ما رح يجيني بعد سبعين ثلاث أسابيع يسحب هو القصة يتفرج على الصور إلا ونبكره أنا طفلي ما يقرأ طفلي يعني عنده ديسلكسيا وعصر قراءة ويمكن اللعبة اللي لعبناها الطفل اللي عنده ديسلكسيا يقرأ بالشكل هذا العملية جدا معقدة وصعبة ويقرأ القراءة أصلا بحث ما سوينا هذا الشي المرحلة الثانية هو الطفل بنفسه بيأخذ الكتاب بيتفرج على الصور وبيتخيل وبيضيف لها أحداث بعدها بفترة لما تلقينه هو قاعد يقرأ طلع لك أسماء الشخصيات بعدها بفترة الأسماء الشخصيات وبعض المصطلحات الموجودة تلقينه يستخدمها في حديثه بعدها بفترة يمر ويقرأ لوحة فيها كلمة قريبة من الكلمة اللي قرأها شوي شوي إلا الطفل إذا تبين منه شي يعني تقولين خلاص مكافأة إذا أنت سويت كذا كذا نشتري كتاب بيسوي لك لأنه صار يحبي ماشي الله هل هذا معنات أني لازم أقرأ الكتاب كذا مرة أو لك في مرة طيب هو واحد من التكنيك اللي إحنا نستخدمه كمعلمين اللي هو نقرأ أكثر من مرة لها طريقة معينة وإن كانت شوي مملة ولكن أحس أنا يعني الحبك حلوة ممتعة لا تعقدي نفسك يا الأم اقرأيها اقرأيها وتضحكون وممكن تغيرون النهاية يعني ما في مشكلة لأنه بتزيد عندها الذاكرة بتزيد عندها ذاكرة المقاطع الصوتية كلما قرأت نفس القصة يعني في عندي أنا نوع من أنواع الكتب أستخدمها كثير مع طالباتي وفيها تسلسل ندري إذا أوكي بمعنى هذه كاميرتك طحة واللي توجهينها لها والشباب الله يسعدهم إنسان هذا النوع من الكتب هذا النوع من الكتب في تسلسل الله يفهم جماعة ركزوا على أسفل الكتاب أسفل الكتاب في تصنيف في التصنيف اللي هو الأرقام هذه مرة جميل مرة جميل إذا طفلي عنده ديسليكسيا ما عليش أبدأ برقم واحد ليش؟ مهما كان عمره خامس رابع ثالث ما عليش ما عليش أبدأ فيها رقم واحد ما عليش هي نوعا ما فيها هذه الحبكة ولكن وش الجميل فيها رقم واحد إنه في أحداث القصة تتكرر نفس العبارة بشكل ما هو ممل إن الطفل الحدث تم توظيف تكرار العبارة هذه أو الكلمة هذه تم توظيفها في سياق القصة حيث في النهاية الطفل آخر القصة إذا قرأها يمكن ذات مرات بيصير خلاص هو يقرأها قراءة سورية حتى خزنت عندي الكلمة هذا اللي يسمونها اللي الكتب المتدرجة نعم نعم لكن عندنا مشكلة في اللغة العربية أنه عندنا مشروع مشروع جميل وقاعد يطلع الآن اللي هو في تصنيف للكتب ولكن ما عندنا نهج واحد حقيقة في اللغة العربية أنه لما أبدأنا رقم واحد هو صح يعني يعني ما عندي معيار أو محك أرجع له لكن هذا حل أنا قاعد أقول هذا حل وإحنا أي بصيص أمل نمسكها معلش ينفع ما يضر طيب حب دكتورة نتكلم عن أنواع الكتب اللي ممكن نستخدم ترجع طيب لأنك جايب كنز هنا اللي تعرف ولبس نظارتي عشان نشوف زين طيب من المهم جدا من المهم جدا أنه نختار الموضوع طبعا لا نحمل القصص أكثر مما تحتمل مفروض أنها أنا ما استنىها تربي شكرا دور الحبكة وأنها مدروسة مخطط لها مصممة الصح لأنها تساعد الطفل لذي ما قلنا متدرجة إحنا مشكلتنا في القصص الأم تدور شيء تعلميه تعلميه الصدق تعلميه الأمانة تعلميه أنه يرجع العابة يغسل يدين يتروش ياكل زين فتجي حبكة مملة يا أبو نية عليك والمحمد ولد مجد ويسمع كلام والديه ويحبه كل الناس ما نبيذي يعني زي اختصرت كثير من الحكي دكتور تخصص قصة مريال ما شو نسوي أوكي فأبدا أصلا من تروح للمكتبة وتشوفين توجيه مباجر هذا على طول الصدي بس هذا اللي دورونها الأمهات والمعلمات هذا المشكلة عشان يتعلم ربعا تبين أساس صح تبين الطفل يستمر طفل كويس تبين طفل صالح تبين طفل زي قطع الليقو يبدأ فيها قطع 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 يعني لما أنت تقريبين تقريبين مع طفلك هو قاعد يتعلم سلوك ترى قاعد يتعلم سلوك لما يقرأ الأحداث بالقصة ويشوفه ملازم أبيض ويسود وشرير يعني فيه منطقة رمادية في الحياة فيه أي في مشاعر في مشاعر مبلازم طفل يسوي مشكلة أي مبلازم يعني حتى مشاعر الغيرة عادي جدا أن الطفل قاعد يقرأ عنها يعني أنه بطل القصة اللي أحبها يغار لا ما يصير بطل القصة هو الإنسان المثالي المثالي طيب الآن على محتوى القصة زي ما تفضلت يعني ممكن يرجعون الأهالي لرشاداتك في هذا الموضوع اللي هو موضوع القصة لا نختار اللي هو الرشاد المباشر دور النشر كمان كنا حساسين كثير من موضوعها الرسمات الرسوم اللي تستخدم الرسوم جدا مهمة جدا 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 مهمة لأنه يستند إليها عشان يعرف اشتها الكلمة نعم وتكون جاذبة وتكون وحكاية الطفل المرتب الشعر واللي يعني أنا ذا بمكن تسمحين لي أعطيس موقف صار مع بنتي توها في رياض الأطفال توها توها وكنت قاعدة أنا أصلح على مكتبي وكانت معي في المدرسة كنت قاعدة أصلح على مكتبي وسيلة تعليمية مربع مثل دائرة مستطيع فهي جات وشافت جدول فيه مقسم الأربعة كلمة مربع كلمة مستطيل كلمة دائرة كلمة مثلث ما في صور ما في صور بس كلمات حاولت تفك الخط احنا نسميه فك الخط مر 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 وروح وطلع شكل مربع حطيتك قدامها على طول ضمتها مو ربع بس لأنه شافت شكل مربع بالعكس 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 في حكاية القصص زي ما قلنا أنا معليش أخلي الطفل يقرأ هذه القصص اللي تبدأ من مكتوب عليها اللي هو تسلسل واحد اثنين ثلاث معليش لا أشكال بنفس الوقت خليهم ماشي بشكل متوازي يجيب القصة اللي تناسب أعمارهم وقرأيها معاهم في قصص كثير وأنا ما ودي والله يسمي شيء سمي سمي يبد يستهلون اللي فادون وخدمون يستهلون في دور نشر ما شاء الله مرة كثيرة عموما هو الواحد بس يتحاشق ما يقدر اللي هو الرشاد المباشر حكاية الرشاد المباشر يا بنيا إياك وعليك يعني هذه من الأشياء اللي مرة ننتبه لها شيء ثاني من نوع الكتب المترجمة مو أي كتاب مترجم ترى كتاب رائع مو أي كتاب كاتب فرنسي صحي ننتبه شوي نكون حساسين شوي من هذا الموضوع إذا أنا بعدي طفلي هدفي أنه يوصل مرحلة إنه هو يقرأ الطفل عنده ديسلكسي أو عسر قراءة وأنا بيوصل مرحلة إنه هو يقرأ هنا أقرأ أنا الكتاب أول لازم أقرأ قبل مشتري أي لما يكون هو ولد أجيب لها كتب بس البطل فيها ولد هنا شوية كمان لما تكون بنتي أو أجيب لها كتب البطل فيها بنت هنا كمان يعني موضوع ما يحتاج هذا الشي أشوف نوع وجهة نظري إنه الولد يعني حولينا بنات في العيلة والبنت حولينا أولاد في العيلة تنميط الجندري شكرا روعة يعني ما هو نوع الخط من المهم جدا إذا كنت أبي طفلي يقرأ إذا أبيه هو يمسك الكتاب ويقرأ مهم جدا ما يكون خط يد بعض الدور دور النشر تحط خط طفال أي أو هنا أنا ما أحبها أنا أحب النسخ أحيانا يكون المحتوى جميل فينظل منه خط يد يعني أذكر وأنا صغيرة دكتورة كان أنا بدأت أقرأ من عمر خمس سنوات تبارك الكلمات فكنت كان موضوع القراءة هذا عندي يعني شيء حتى الأشياء أذكر علب الماكرونة بتوني ذكنت كرتونك لازم أقرأ المكونات وأقرأ وين المصنوع ولازم يعني كانت القراءة هذه وقراءة اللوحات يا متى فكانوا البنات اللي ما يقرون كان هذا شغلي الشغل ليش بنات صاحباتي فكنت أجيب لهم مجلة ماجد كنت قاعدة أقول يعني مجلة ماجد إلى الآن أنا عن نفسي إلى الآن صراحة لكن إيش المشكلة في مجلة ماجد أنه أغلب الخطوط اللي تكون مكتوبة في خط اليد هذه واحدة من المشاكل اللي تكون موجودة معنا محتواها جميل والقصة مشوقة هذه ممكن أوصل فيها مرحلة شوي متقدمة يعني أنا أبي الطفل يكسر حاجزة بس موضوع القراءة فحكاية خط اليد لها تكنيك معين متى أبدأ فيه وكيف أبدأ فيه وبيش أوظفة فشاهد نوع الخط مرة مهم هذا مثال على واحد من القصص نوع الخط إذا ملاحظين شو نسمي إذا النوع ناسخ هذا مو بنسخ ناسخ في أنواع خطوط في المايكروسوفت في أنواع خطوط اللي تقولينها لأنه ممكن الأم تكتب قصة من نفسها تستخدم الخطوط اللي تقولينها شوفي أقول لك شيء دكتورة صراحة أنا أستخدم هذا الشيء مع طالباتي عيد كتابة النصوص نعيد كتابة النصوص حقيقة في الورد وفق طريقة معين يعني التكنيك الصعب يعني أني أشرحها الآن اللي هو ندرس كثير ندخل في خصائص ويندوز وندرس كثير التباعد بين الحروف الأسطر وكيف نكتب النص نرجع نكتبها يعني مايكرون كذا ونكتبها بشكل رأسي مثلا يعني هو نوع اللي أم شكراً بس شوفي كذل الخيرت جري وبس نهى النوع من الخطوط شيء ثاني مرة جميل مرة جميل أنه تكون الخلفية مو بيضة مرة جميل مرة شكراً لما تكون الخلفية مو بيضة ليه 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 حكي لنا اللون هذا من أفضل الألوان اللي ممكن أنه إحنا نستخدمها في كتابة أدري قادرين يأخذونا إن شاء الله نتراها صفراوية زي البوست طيب طيب هذا الأصفر أوكي كويس لكن النغامك شوي لكنه كويس ومعتمد من أسالي بالتدخل اللي نستخدمها نرجع نطبع النص إذا أنا بقيّم الطالبة رجع أكتب النص على هل أفتح من هذا في المدرسة عندنا الله يديهم العافية الزميلات مشكورين لما يكون عندنا الفصول فيها طالبات فيهم ديسلكسيا نسوين شي مرة جميلة نحن تجبنا شدة أوراق أفوايت فعلشان ما تنحرج البنية وقت الاختبار كل الفصل ينطبع على الأخذ الخلفية تخيلتي؟ قمة الإنسانية مرة لا إله إلا الله الله يتزاهم خير يعني ياربي لك الحمد أنه في ناس جميلة يعني يتعاملون مع الأطفال عندهم ديسلكسيا فشاهد أبداً ما يكلف شيء الشدة 500 ورقة ما أعرف 12-15 ريالي لولا أفوايت بس شيء بسيط شيء بسيط أنت تراعي في تقديم النص ويفرق مع الطفل وأنا راح يقرأ لك أقول لك راح يقرأ بطلاقة ولكن يخفف صح صح هذا بالنسبة للخلفية الآن ونوع الخط الخط ما يكون مكتوب بخط يدوي مرة جميل مرة نكون شاكرين إذا كان نص زي كذا مشكل حمزة ظمّة كسر التنوين حتى التنوين هنا مدروس التنوين مكتوب بشكل صحيح في الحرف القبل الألف كثير من نصوص الأطفال أنا أشوف التنوين نحط على الألف بينما هو الصح أن التنوين يكون في الحرف القبل الألف صح هذا على سبيل المثال واحد من القصص التي أحب أقرأها للأطفال لأن موضوحها حلو تكلمت عن الخط والحجم حجم الخط حجم الخط 14-16 أنا أشعر أنه جيد حتى لو كان لكن لا يكون مرة يوجه مرة كبير لأن العين زي ما قلت لك الدكتورة مرة مرحق أنه يطلع وينزل وينزل مشكلة ما عندنا ما عندي صورة الآن أنا وريك إياها لكن مرة كان في دراسة اللي هو شيء اسمه آي تراكينج سووه التعرف على الأطفال لأنهم ديسلكسيا يسوون زي اختبار مسحي للمدرسة فكان يقيس تحديق العين عند الأطفال الطفل اللي عنده ديسلكسيا يعني مرة مرهق لها أنه يطلع وينزل يعني مثلا لما على سبيل المثال بيقرأ سارة هو قاعد يمشي الحين يرسم يرسم سارة بعدين الألف بيقرأ هذا الحال الحالة بعدين يستوعب أنه لا هذا اسم واحد عفوا صوت واحد فيعرف أنه مقطع صوتي واحد سا بدلا ما هو سي سا آلف لا فعينه بتتعب هو يقرأ فالخط الكبير مرة مرة كمار شوي مزعجة أنا حسنا لا يكون صغير لا يكون كبير لا يكون محشور لا يكون محشور ما عندي مثال لا يكون محشور لا يكون محشور أوكي هذا الكتاب حق ناس كبار فبضل للأمهات والأباء مهم القراءة والمربيات معلمات معلمين هالنوع من النص لا تقدم الطفل تختبره في القراءة لا تختبره في هالنوع من النصوص هذا إحباط يعني شفتي إيش رايك فيه دكتورة محشور هذا حقنا إحنا إحنا الكبار لكن طفل بصف ثالث هو بيختبر قراءته أرى فيه إجتاز يروح الرابع أو لا تحدي كنا يعني تخيلي الأرقام العددك إياها في الأول دكتورة بعطيك إياها كلها مرة وحدة وأقولك الآن اكتبي لي من كل الأرقام العددك إياها جملة من خمس كلمات تخيلي حجم التحدي شوان بيكون نفس الشي اللي هو لما نقدم نصوص منها النوع للأطفال وقاعدين نختبرهم يعني هو الحين أنا عندي ضغط نفسي أنا بنجح ولا لا وممكن يجيني أسئلة على فكرة على النص أنا كيف أجوبك على السؤال وأنا ما همني أصلاً الفهم القراءة قلت ما همني أسوي ديكودينج أو فك الشفرة أنا مخي الآن ومركز على هذا الموضوع أنا أسوي ديكودينج أو فك الشفرة أنا أحسس بالإحباط مو بإحباط توتر وأنا أسوي معاك النشاط لأنه أوكي لازم أجيب الصح لازم أجيب الصح هذا ها ركبي هذا جيبي هذا فأتخيل طفل هذا وإنا من القواعد يعني مفروض أن نتقى بالنفس عندي عالية وإحنا عارفين وإحنا عارفين وش واعية أنا بالموقف كامل مع ذلك يعني توترت زي ما قلتي لكن تخيلني طفل طفل وأنا وطفل في ثقافة ونجتمع يستنى منك أنك أنت تكون كامل فأنا قاعداً من يعارف أنا أسيطر على المشاعري قاعدة أفكر في نظرتك لي قاعدة أفكر فكيف تسألني كمان أروح الحين لمرحلة اللي هو reading comprehension اللي هو الفهم القراءي هذا الموضوع اللي يأثر كثير على أطفالنا أنا الآن لما أجي أقرأ وعلى الفكرة هذا يستمر الغاية متوسط والثانوي لأطفال لعنهم ديسلكسيا يعني ممكن ينطلقون في القراءة بعمر 14-15 سنة بحكم الخبرة لكن شو المشكلة؟ الفهم القرائي ظل موجودة عندنا ما هو الفهم القراءة؟ الفهم القرائي الآن لو لو أقدم لك ناص من سطرين وأقول لك قرأي لي وحكي لي وش فهمتي منه من أول قراءة رايح تتعطيني وش فهمتي منه 14-15 سنة حتى لو قراءة بسرعة لازم يرجعي قراءة مرة ثانية وثافة محلش لازم أسأل لأنك انت بالتحاجة مرة فضيعة أوكي عندنا التحصيل والقدرات في فهم قرائي يمتحنوا زينا أرجوكم عندهم وقت أرجوكم أرجوكم يلي مسؤولين عن التحصيل والقدرات الطفل اللي عنده ديسلكسيا وعسر قرائي من أهم المحكات اللي يستخدم أنا مسوية قائمة شط للتعرف على الأطفال في المرحلة البتدائية اللي عندهم ديسلكسيا وعسر قرائي من أهم المعايير اللي أحطها وأرجع لها هل الطفل يقدم حلول إبداعية إذا كان تشك فأنا يزيد الشك عندي أنه عنده ديسلكسيا وعسر قرائي فتخيلي إحنا نحرم نفسنا ونحرم الوطن من شخص عند قدرات استثنائية مجرد أنه مقدر يجتاز فأرجوكم أنشئوا منصات تقييم تشخيص معتمدة للأطفال لليافعين سيما تفضلتي لليافعين عشان نعرف إذا هم عندهم ديسلكسيا عشان بس ما يعتبر عذر أنا عندي ديسلكسيا وعطوني وقت زيادة يعطوني وقت زيادة لأنني أنا عندي ديسلكسيا وعسر قرائي هل عند دار العامل للتربية الخاصة لوائح تقول لهم اعتبار خاص في المدارس نعم داخل المدارس في الاختبارات اللائحة جميلة والمرة جميلة يعني ويحق للأب أو الأم أولي الأمر يطلبها وسهل الوصول لها الآن مع عشان الله أي سهل الوصول لها سيش في اعتبارات خاصة هنا نبدأ بالجمال نبي جمال نضاك صد النواجة نبي جمال لو سمعت طيب قبل ما أروح لهذه هذه ما رح نساهو مرة مهمة لأنها من حقوقها أنا كاتبتها ما رح نساهها كملي أي بس حكاية أنا اقطعتها بالأفكار الطفل اللي عنده ديسلكسيا وعصر قرائي لما تقدمين له سؤال في المتوسط أو في الثانوي رح يجيب لك إجابة مبهرة ويكون فاهم وكل شي لكن لما يجي يكتبها هنا يمكن أنت حتى ما تفهمين هو وش قاعد تذكرين الديكودنج الحين صار عندنا كودنج الكودنج يستمر ترى معنا يستمر حتى مرحلة الرشد اللي هو الأخطاء العملائية تستمر غاية مرحلة الرشد فعلشان أكون منصف في حق هذا الطفل الرائع الموجتهد اللي يستحق أنه ينحط في لوحة الشرف أخليه يقعد وأسأل السؤال وصدقيني بيبهرك بالإجابة شفاهيا شفاهيا نعم ستيف جوبس كان عنده ديسلكسيا يا جماعة ستيف جوبس سبحان الله ولبان ولبان هذا هو يعني طلعها في الإبداع فأنا ما بيحمل الديسلكسيا أكثر من ما تحتمل الدكتورة ما هو جميعهم مبدعين ولكن نسبة الإبداع من المحكات اللي حقيقة نحن نعتمدها فالشاهد نرجع لموضوع للحقوق فطفلك من حقه أنه يضاف له وقت في الاختبار من حقه إذا هو أبدا معي القراءة مرة صعبة عليه مرة صعبة عليه من حقه أن يقرأ له السؤال من حقه نعم نقرأ له السؤال ممتاز نعم من حقه يقرأ له السؤال إذا هو صعب عليه مرة الكتابة من حقه لأنه نحن نسجل نسجل الإجابة الشيء الثاني الشيء المرة مهم أن الطفل يكون مدرج تابع برنامج صعوبات التعلم تسجيل رسمي لكن إذا هو طفل ممكن يكون ما هو مسجل لكن في قائمة الانتظار يعني أحيانا نحن من الأشياء نواجهها حقيقة أنه نحن لا نستوع بكل الحالات أنه نسبة الدسليكسية مرة كبيرة في المجتمع كم نسبة توقعي أوكي أنا لدي سمعتس قبل الحلقة فأنا غير الشاشة طيب في السعودية أنا ما أعرف لأنه ما في دراسات لأنه أصلا نحن ما عندنا اختبارات تشخيصية يعني سهل الوصول لها بحيث أنه نسوي مسح وأكل مفقا للمعايير في دول متقدمة وأقدر أعتمد صراحة لنتائجها على سبيل المثال في بريطانيا واحد من بين كل عشر أشخاص نحن نعرفهم في حياتنا المفروض أنه عنده دسليكسية فالفصل الواحد ما يقل عن طفلين عندهم صعوبات تعلم طفل عنده دسليكسية يعني يعني جدا محتمل جدا محتمل النسبة ما هي سهلة فمن الأشياء اللي نواجهها اللي هو لما يجوننا أطفال وما نحن قادرين نقدمهم الخدمات يظلون في قائمة الانتظار فهذولي الأطفال كما من حقهم من حقهم أنهم تراعى ظروفهم نعطيهم مقتزيادة في الاختبار إذا الطفل يتشتت داخل قاعة الاختبار من ماشي مثلا الكعب أو المعلم بعض الأطفال ترى لما المعلمين يسوون بالغترة يفكون هذا تشتت بعض الأحيان يكون فيه داخل فصل طفل يتحرك كثير ممكن يشتت زميلة اللي عندها دسلكسيا ومسر قرائي هنا من حقي أنا كولي أمر أني أطلب من مدرسة يعزل يوفر له مكان خاص كلمة يؤزل شيئين مع أنه تصدقين يعني حتى الأطفال ما يحب ذون هذا الشي يبوني سرمان جمعا لا تخلوني يحس أني أنا مختلف هنا لعبة الإدالعة في المدرسة أنه نسوي كذا لعبة أنه يلا خلنا مثلا فصل فيه كونوا واقعين 35-40 طفل 42 طفل خلينا المدرسة الفصل اللي فيه طفل عنده عنده تشتت وتنتباه أو طفل عنده دسلكسيا خلونا نقسم الفصل قسمين أوكي عشان نتخف شوي الزحمة أوكي نتحكم شايف الإضاءة نطبع الأوراق على خلفية شوي خلفية ما تكون بعضة نراعي شوي الخط نوع الأسئلة علشان هذا الطفل جميل هذا واحد من أهم الحقوق اللي يحصل عليها الطفل عنده دسلكسيا طبعا خدمة برامج صعوبات تعلم مجانية ما في عليها رسوم ولا شيء يعني إحنا موجودين في المدرسة نداوم لعيونها الأطفال فكل هالخدمات اللي قاعدة تقدم أتمنى عدنها تتوج بأنه الموضوع القياس والتحصيل والقدرات والدنيا هذه كلها أتمنى أتمنى أنهم يراعون هذا الشيء في تجربة جميلة في إيطاليا شفتها أنا في المؤتمر كان في نهاية 2018 هنا عندنا في الرياض كانوا يقدمون الاختبارات يتكلم عن الاختبار أشبه ما يكون اختبار قدرات للأطفال في إيطاليا فسألت أنا في آخر قلت هل فيه معايير معين للأطفال لديهم دسلكسيا اللي نعم الاختبار بمأن الإلكتروني فور ما ندخل يعني أنه عنده صعوبات تعلم ما كان نوعها يتغير طريقة تقديم الأسئلة للطفل بصريا يعني الكيوورد أول عفوا الكلمة المفتاحية يكونونها أصفر واضحة كبيرة الخيارات يتحكمون فيها ما يكون فيها كلمات كثيرة حيث أنها تكون مشتتة لأنه زي ما قلت هما هدفهم في النهاية مو تعجيزي إحنا لما نسوي القياس إحنا هدفنا أن نفلتر هالطلاب اللي بيحصلون على درجات أكاديمية بحيث يخدمون البلد بالشكل الصحيح فأهم خدمة تقدمها للبلد أن يكون في عندنا شخص تفكيرة جميل فعلا يعني اللي قلت هذه طاقات كفاءات متميزة إبداعية تقاعد تهدر صحيح دكتورة قبل قبل القدرات ما تذكرين أنت أنا عن نفسي أعرف يعني ناس قبل قبل حكاية تحدي القدرات ناس ما قدروا يكملون دراستهم باليالله كانوا يعيدون أولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث باليالله خلصوا ثانوي مسكوا شغلة ونجحوا فيها ما تذكرين في حياتك أنت لما قلت ناس تعثروا في دراستهم جاء في راسي واحد من ثلاثة ناس أعرفهم وفعلا استمر معهم للجامعة في ناس بطلوا أصلا ما كملوا للجامعة وفي ناس بدعوا في الجامعة اتفاجأتي للأمانة بدعوا في مجال عملهم لأن ما كان مربوط بأنه لازم يثبت فهم للمادة العلمية أنا قلتك بالضبط من الأشياء المربكة في مجال الدسليكسية دكتورة هي تسمى الإعاقة الخفية وأنك أنت تحفظ على مصطلح إعاقة أنا من وجهة نظرية منار يعني من وجهة نظرية أنت من المدرسة التي تفسر الدسليكسية أنها الطراب وليست إعاقة ولكن تسمى الإعاقة الخفية اللي هو الطفل يدخل الروضة ويدخل أولى ابتدائي إحنا متوقعين أصنف ما راح نمو الطفل أن هذا بيبدع في المدرسة فنتفاجأ لما يدخل ويخلص أولى يخلص هاني هو لسه مو قادر يقرأ لأنه زي ما قلنا عنده مهارات مرة مرة عالية في أشياء ولكن عنده تحدي القراءة هو اللي يعيق فمن المحكات اللي نستخدمها اللي هو أنه ما يكون متوقع أنه الطفل هذا راح يفشل في الدراسة الشي ثاني وهنا ودي بس أولياء الأمور الأمهات والأباء أو المسؤول عن الطفل إذا لمستوا أي موهبة أي موهبة عن الطفل مسكوها مسكوها وشتغلوا عليها لأنها هي ومستقبلهم هي ومستقبلهم قد يكون الأطفال عندهم ديسلكسي على فكرة يكون موهبين في الرياضيات فلت في الرياضيات لكن لما يجون عند مسائل حسابية يخبصون لأنها قراءة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والرسم ما شاء الله لقوت الأبلانة كثير من طارباتي ما شاء الله في الرسم تبارك رفا أجر نقول لأباو لما هات رجاء أن ادرسوا الذكاءات المتعددة لهاورد غاردنر اكتشفوا موهبة طفلك ذكاء أهوين ترى مو بس الرياضيات علوم هي الرياضيات الذكاء جاء لكم الجنة ما عليكم المدارس نوش تسوي أنا قاعدة ناظر حاجات أنت جايبتها وكنت ذكرتي فأثرينها طيب طيب أرجع أقول أنها كلها محاولات ممناء الحقيقة يعني ما هو ما هو شيء يعني متفق عليه أو معتهم الله ينفعب هو المحاولات كثيرة على الفكرة وفي كل برنامج في قصة في كل برنامج وفي كل معلم من معلمين وصعوبات علم عنده شيء قاعد يحاول يسوي ايه سيليت شغلكم يتوثق يعني شمعنا بره وبالخارج والإنجليزي نلقى كل العلوم موثقة مقننة علمية وإحنا جهود متناثرة محاولات محاولات إن شاء الله نقول إن شاء الله في أمل إن شاء الله يعني لما جيتوا أنتم الدفعة المبتاثين الأمال عليكم طائلة بصراحة عندنا تمني إنه يوثق علومكم في شيء سعودي عربي سعودي تستفيد من الدول لكن للطفل السعودي صحيح يعني كل الحاجات اللي أنا قاعدة أشوفها خاصة ذري هذا أطفال أو في هذا التربية الخاصة قاعدين بصراحة العلم الصحيح قاعدين نترجم نستمت ونترجم لكن أنت قلتيها اجتهاداتي اجتهادات الأستاذة من خبرة طويلة شوفي كم سنة وانت في التعليم العام وفي دعم هذه الفئة الغالية عندك خبرة أتمنى توطق في كتب تدرس بمشيات الله ليش لا ليش لا أتمنى وفي ما شاء الله في أسماء وفي محاولات وقبل فترة كان في مجموعة بحثية توصلوا معي ابو نعينة اللي هم الراشدين عندهم ديسليكسيا يعني في أشياء جميلة وإن شاء الله إن شاء الله الأمل موجود نقول إن شاء الله دائما كنوا موجودين الأمل دائما إن شاء الله إحنا كنا وين وصرنا وين قلت لك في البداية هو الغبي اللي ما عرف يقول الكسلون لو في تفسير للمجتهد لو في تفسير أو معنى مرادف للمجتهد فهو الطفل اللي عنده ديسليكسيا أو عنده صعوبات تعلم لأنه قاعد يعاند سقف قدراته يعني هو قاعد يعاندها يطلع فوقها حتى سقف قدراته لكن لما أنا أدخل معليش ما أنا عارفة كيف أضرب مثل أوكي مثلا أنا بدخل أنا ونتي دكتورة صراحي ندخل المطبخ ونتحدى بعض إنه نسوي كيكا أنت معاكي آلة العجل ومعاكي أحلى نوع بيض أورغانيك ومعاكي أحلى دقيق وبعاكي أنا داخلة ومعاي طحين وسكر طرعي ما أحب الطب خاصة يعني ما كبلي فتخيلي أنا وانت رحين تقدم هالطبقين إذا أنا طبقي واشتغلت وكم معايحة طب ما كان عندي غاز مثلا العجليات في النهاية وبيض الدجاجة اللي بحوش يروف هو أحسن هو الأورغانيك قد يكون فشاهد أنه سقف قدراتي إذا أنا قاعد أعاندها وقاعد قد ما أقدر أبدل قصارة جهدي فمعناها كافح كفاح أنا بسهولة أقرأ وانت تكافحين تذكرت الجالية المسلمة اللي كانت عندنا وانا برا حنا يا العرب نفتح القرآن نقرأ بسهولة أشوفهم بعيوني يكافحون يتعبون يجدهدون عشان يفكون القرآن كانت نعمة بصراحة هذا كأني تذكرت الموقف لما قلت فالشاهد إذا هم يعني إذا في لوحة شرف معني أنا أتحفظ عليها كثير لوحات شرف والمتفوقين هم اللي أول من فيها هم تاجها ونبراسها يتعبون في تعليمهم يعني أنا حماية لحقوق الأطفال بس اللي عندي نحن نستخدم مسلوب اللي هو تسجيل القراءة بشكل دوري بحيث أن نتابع تطور القراءة من هالسرعة الطلاقة ويعني معدة معايير في كل مرة أقراها حتى خلال الإجازة أستمتعون أقراها ليش قادة أشوف البنت شرونية كانت تغيرت يعني التغير والتحدي اللي عندها يعني يعني يمكن من فضل ربي إحنا معلمين صعوبات تعلم تعلم الإصرار والصبر يعني يعني دون سقف قدراتهم بشكل تبارك الرحمن هذا اللي نسموه الإصرار هذا العناد المحمود اللي نبي أن تكافح تكافح حتى تحقق هدفك نعم طيب وودك نرجع لآن أسريب تدخل كلش 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 طيب من أسريب التدخل كمان اللي هو زي ما قلنا نطبع على نص ما يكون الورق أبيض أرجوكم ما يكون ورق أبيض أرجوكم أكثر ما يكون خلفية حمرة والكتابة زرقة هنا نتدم عشان أطفال يحبون الألوان سهدي فصولنا فصول رياض الأطفال قائلين كذا اشتار أحمر اشتار فوشي اشتار فسفوري عشان الأطفال ينبسطون لا تكهون في حالة الدماغ تقول هذا اللون الأصفران الخفيف البيج آف وايت سماوي خفيف سماوي خفيف هو نهج أو مدرسة الحالة اللي هو التدخل باستخدام الشفافيات أو تغيير الخلفية هذا للأسف دخل فيه شوي موضوع البزنس شوي اللي هو النظارات آو والنظارات يمكن تكلف توقع خمسة ألاف ستة ألاف لحظة لحظة هذه ممكن أنها تكون علاج ممكن ولكن منال متحفظة شوي عليها ليش؟ علمينه أولا هي الدسليكسية ما هي مرض عشان نعطيها علاج فهي بالطيب هي ما هي مرض هي اطراب وصديقة العمر واستراتيجيات تتبعها لتعامل مع المسألة المسألة التغيير خلفية اللون مسألة جيدة وتساعد لكن وش اللي تحلها؟ تحل شيء فيزيائي يصرف اللي هو انعكاس الضوء على الورق ما يزيد ويرحق العين في شيء اسمه فيجولل سترس هذا يشتغلون عليه كثير اللي هو تغيير الخلفية وفي أطفال عندهم دسليكسيا يزيد عندهم هذا يعني نسبة الأطفال عندهم دسليكسيا احتمالية أن يكون عندهم فيجولل سترس كمان أعلى لكن مو كلهم يعني عندي عشرة أطفال دسليكسيا يمكن واحد أو يمكن أن يكون ما فيه فهذا واحد من أساليب التدخل اللي هو استخدام الشفافيات انك تجبين شفافيا للأسف ما جبتها اليوم بحجم المصدرة ولكنها شفافة لها تكنيك معين هي من لون إلى 18 يوم ما أخذ درجات ألوان معينة ونحطها على النص نختبر الطفل فيه وفق تكنيك معين يعني أنا أخذت يعني درست هذا الموضوع في الجامعة الأسلوب هذا للتدخل لها طريقة معين صعب أني أقول للأهالي أو للمعلم جيبه وخلي الطفل يستخدمها لأنه عشان أوصل للون مريح للطفل لازم أدرس هالموضوع يعني كيف أقيس اللون الأفضل للطفل ولكن اتفق العلماء على اللون هذا اللي هو بين الأصفر والبيج الحمد لله القرآن ترى خل فيه تك صحيح صحيح لأك عندنا أشكال شوية اللي هو كثرة التشكيل في القرآن وكونها خطيت طيب إحنا كان في محاولة أنه يعني رفعنا مقترح أنه نطبع مصحف خاصة اللي عندهم ديسليكسيا حقيقة كان عندهم وجهة نظر أنه ما يصلح لأن نبغى المصحف كما هو كذا يعني كان عندهم وجهة نظر وقد يكون هي شرعية أكثر من أي شيء ثاني ولكن لما أجي أنا أعطي الطفل وقول له يلا إقرالي القرآن لازم أراعي هالموضوع كان عندي اختبار معلش أعيد طباعة النص اللي أبيه هو يقرأه لازم لازم أعيد طباعته وأكسبه وأرقة بيج وما أطبع الوجه كامل ممكن أقسمه على أربع أقسام في كل 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 ربع من الصفحة أحطه في صفحة واحدة وأختبر الطفل هنا أنا سهلت التحديات عنده وأقدر أكون منصفة معاه وأطلع بنتيجة حلو كفل رائحة أتكلم أنا يعني من المفروض أنه كده يصير يعني طيب شيء ثاني بش هذا يطلب وجود معلمة متخصصة في المدرسة نعم صحيح لأنه شيء أساسي من حقوق الطفل وليس تانوي وحق مكفول حق المدد يعني مكفول قانون المكفول ممتاز هذه لازم نأكد عليها من الأسريب من الأسريب نحن نستخدمها زي ما قلنا نحن ما عندنا لأسف معيار أو ما حك اللي هو القراءة السورية على سبيل المثال لحظة 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 نشرح لصير القراءة السورية نسميه سايت وورد سايت وورد بالعربي وشلون يعني مثلا مثلا بندة من كثر ما أشوف بندة في الشارع من أشوف بندة ونعمر سنتين بندة بندة لأن اللي جو حق بندة صح مكدونالد اللي جو حق مكدونالد ما أقراها أشوف الكلمة وأعرف وشي من غير ما أفككها مك مك د د نو صحي المملكة العربية السعودية بس حطيها مهي بسورة سورية والله وصلت مرحلة سورية بنتي المملكة العربية السعودية لأنه خلاص حفظوها ممكن تقرأ أولها الأطفال من الذاكرة أعرف أن المملكة العربية السعودية أسم محمد أنا أسمت كل صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح فالقراءة السورية عندنا حلو حلو ننشتغل عليها معلش مهمة نستخدم فك الشفرة أو نستخدم القراءة السورية مع بعض القراءة السورية في محاولات لكن أنا شخصيا شخصيا ما طلعت عليها فما بأظلم يعني المحاولات أوكي لكن في واحد من الكتب اللي أنا جبتها فعجبني فيها التسالة السورية مبنية على المنهج الإماراتي على فكرة في القراءة السورية مرة مهمة أنه أنت تبني على المنهج اللي أنت تقدم للطفل منهج الإماراتي قد يكون هو الأقرب لنا يعني وفيك يعني بعض الكلمات اللي من المحتمل جدا إنها تتكرر هذا مثال له حروف شر حروف من صوت واحد عفوا كلمات من صوت واحد يبدأ الطفل يقرأها وفق تكنيك معين طبعا الغاية ما خلاص من أوري صورة الكلمة يقولها يحافظها لا أشكال أنا وش هدفي 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 وبعدين على الفكرة هي تتطور الغاية ما تدخل يعني أنا وشي حطيت الحروف الجار صح الآن شوفي نتسلسل نتدرج نتصاعد ودخلت في جملة أوه أوكي ماما تقدر تستخدم هذه ممكن لش وين تلقاها أولا الكاتبات دكتورة لطيفة الفلاسي صاحبة دار نشر دار أشجار دار أشجار عربية أوه أشجار إذن بس نفتخر نسوي لها داعية معلش نحتاج دار أشجار طيفة الفلاسي الإمارات هذه السلسلة من الكتب مخصصة لمساعدة ودعم طفلك تلقينها أونلاين أكيد بالمناسبة إذا ممكن دكتورة تسمحيلي واحدة من الكاتبات تابعة لدار أشجار هي دكتورة نسيبة يعني دكتورة نسيبة أنا تواصلت معها كمتيفة موجودة في أمريكا ما شاء الله هي تحب أدب الطفل جدا وناقلة له كاتب ما شاء الله معنى تخصصها في صيدة لي بحت يا فكنت أنا الطفل يفهم أنه الكتاب هذا القصة هذه أي قصة أي أن كان فيه وراها شخص قاعد يكتبها فيه وراها دار نشر في وراها رسام ما هي شيء نبت من الأرض ولا نزل من السماء لا هي شيء فحبيت أنه أنا يشوفون كاتب وكاتب يكون شوي قريب من مجتمعنا تقافتنا نعم توصلت معاها ما تخيل ما قدر أوصف لك دكتورة كيف كانت ردت فعلها أو شيء قلب كبير أنا شرحت لها نشو قلت لها أطفالي عندهم ديسلكسيا أنا قلت لازم أشرح لها عندهم ديسلكسيا أنا أحب أنهم يحبون الكتاب نشو يكون منهم بكرة مؤلف يعني رحبت بالفكرة وقلت للقائدة المدرسة أستاذ نعيم المطلق الله يعطيها العافية تسمحي لنا نسوي معها مقابلة في سكايب أعطتنا الضوء الأخضر توصلت مع المشرفة عندنا أستاذ البندري الشاي الله يتزاهل خير جال في موزين حسناتها كل شيء جميل قاعدت تسوي معنا جميل جميل شيء لا فيه لا يعني ما فيه مخالفة شرعية وعلم ومنفع أكتب لكم أجر كان ساعف ماشا بليل توقيت تيكسس واحنا في الرياض الصباح وكان الاتفاق من 30 إلى 40 دقيقة فقط عشان البنات يعني تركيزهم تخيلي الأدوات بس اللي احنا جمناها اللابتو بحقي ايه كوبينغ قهوة أنا وزميتي الله يتزاه خير أستاذ عبير الغامدي والزميلة الله يعطيه العافية أستاذ الشيخ الجربوع احنا الثلاثة جالسين عرفتي وفي الكراسي حقة الفصل يعني والأكواب القهوة والشاشة جابت لنا إياها الله يعطيه العافية أستاذ الشيخ الشاشة وبثينا وحطينا الكرة الأرضية ثري دي والما سوها البنات شافوا وين تيكسس وين سعودية وبدأينا البث دكتورة احنا كان 30-40 دقيقة أخذناها ساعتين والله في غير تقول ساعتين يس طبعا احنا ما شالله في أسئلة هم جهزوها كانوا 150 مرة هذه الدكتورة اللي مألفها كم عمرهم اللي عندت بدأينا من رابع ابتداء الغاية السادس ما شالله من 9 إلى 12 حلو عشان صبعنا ما يملون لي في ثالث الدهشة والحسوا أنهم معتدين بأنفسهم أنه الدكتورة قاعدة تكلمنا اللي ألفت القصص تكلمنا ويسألونها وقالت أنا قلنا لها يمكن تعبتي يعني خلاص احنا بيد نايت عندكم قلت بدا إذا آخر الطفل يطلع من الفصل فكان هذه من الأشياء المواقف الجميلة مواقف لا تنسى هذه إذا صاروا جدات بيذكرونها وفعلا تخيلي صارت الكتب عند الأطفال يعني طبعا هم تعلقوا عد عاطفية فيها صاروا يبون كتبها لكن حكاية فهموا أن الطفل أن القصة هذه فيه وراها شخص قاعد يكتبها فيه أحداث فيه أشياء فيه شخص فكر فيها شخص ممكن مر عليه فترة شخص خلصها في يوم صح صار فيها النوع من التساؤلات إنه ليش ليش كتب يعني تذكر واحد من الأسئلة يقول طب دكتورة إذا تعبتي من الكتابة شا تسوي يعني فشاهد إيش ما كان في يدك يا ولي الأمر أو يا المعلم من طريقة أو أسلوب ما تضر أرجوك سوها حتى لو حسيت أنه ممكن هتنفع منك بس ما تضر سوها ما في شي ضر عبد ما في شي إن شاء الله إن شاء الله يا هذا هو يعني المجهود البسيط مهما كان المجهود البسيط إلا أن يكون له أثر مدام أنه مجهود سليم وصحيح فمن أسري بالتدخل اللي هو استخدام القراءة السورية دي كودينج يعتمد على فيه طريقة كمان نهج من اللي نحن نسوي اللي هو الكلمات الغير حقيقية كلمات مضحكة دكتور سوس لكنها تكون معتمدة على مقاطع صوتية لكلمات حقيقية على سبيل المثال وهذه حلوة وتخلينا نتأكد أنه الطفل وصل لمرحلة الدي كودينج أو فك الشفرة أنه ما هو يقرأ قراءة سورية قاعد يسوي فك شفرة لأن كلمة ما هي حقيقية أصلاً أول مرة يشوفها تمام سبحان الله إحنا الألم اللي أنت قادت تقولينه على أنه عند الغرب قد دائم إلا أني يعور قلب أني ما زلت أجد مقاومة هنا يعني لما تكلم على حكاية السجع الوزن أن it's okay مو بلازم كلمات لها معنى تثور علي بعض المعلمات يعني ياش كلمة ما لا معنى أنا أذكر مرة من المرات كنت حضرت حضرت حلقة للأطفال وقالت المعلمة أعطوني سجع لأعطتهم كلمة راح جاب كلمة خربطية اخترعها أنا عجبت في إبداعها قالت لي غلط ما لها معنى ليه عرفت قصتي أحبطي أحبطي الولد وهو ما غلط جابت على وزن الكلمة نعم صحيح نعم يعني أنا أتذكر لما أوليدي دخل أول في كانت المدارس يما قلت لك العالمية وكان المعلم يتبع هالنهج استغربت وقلت للي آه ليش أقول لي كارح أو أنا مختصة لك لأني ما عرفت هالمعلومة كنت قاعدة أقاوم وقل لا أبي يزيد طيب أستاذتي منعلم سمي حقيقة ما في كلمات توفيك حقك أنا قلت في بداية الحلقة وبعيدها لأني أؤمن فيها أنتي ما تصدقين الله يخلق إثرأك لنا في هذه الحلقة ولي أهمية الموضوع يعني خصصنا حلقة كاملة عنها ما تدريين كم طفل ممكن تكونين مقلدين يا رب يا رب عندنا ثقافة محلية صنفته غبي صنفته كسلان صنفته مهمل مع أننا من صنفه قد يكون قد درس أربع سنوات كل التربية يعني وين الفروق الفردية وين صعوبات التعلم وين دورنا لتقييمة تقويمة مساعدة ودعمة فحقيقة أعجز فأنا أشكرك وقلت لك كلمات الشكر ما توفيك حقك بصراحة بصراحة ولا ثقتك في أنه في الموضوع هذه فضل كبير ويعني تفضل منك وإي وما تفضل يعني مرة شكرا مرة شكرا أنا ممتنة أسلوب اللي قدمتي فيه أنا كنت مأسورة لأن أسلوب سهل يوم بطول عمرها سلس قريب إلى القلب قريب إلى الأمهات وإحنا الآن قدامنا شهرين ثلاثة أطلصي فيها أرجوكم أرجوكم أختم الحلقة برشالة أرجوكم أقرأوا أقرأوا لهم خلوهم يقرؤون خلوهم ينظمون خرز خلوهم يكتبون على طبشير خلوهم يكتبون في قلم سبورة كل هذه الأشياء تساعد الأطفال لديسلكسيا أنه تتحسن قراءتهم وإملاءهم فأرجوكم قد ما تقدرون استغلوها استغلوها لأن الديسلكسيا ليس بتقليب الحروف زي ما قلتهم والديسلكسيا ما هي اختيار ما هي اختيار هي صديقة العمر هي صديقة العمر للأبد الآبدين للأبد الآبدين خصائصها تبدأ تتغير تخف بينطلق في القراءة في مرحلة الرشد يمكن زملاءنا في العمل يحنا يمكننا لاحظ هذا الشيء بعضهم اللي هو الاتجاهات ذاكرة الأسماع في شيء يسمى سبونيرزم اللي هو يأخذ المقاطع الصوتية وقلبها يعني في بعض المظاهر رح لما راح ندوشكم بحكاية المرحلة الرشد إيش المظاهر اللي تستمر لكن تستمر تستمر الديسلكسيا صديقة العمر وصديقة جميلة إذا احنا عرفنا كيف نتعامل معها إذا عرفنا كيف نتعامل إذا عرفناها شخصناها وساعدنا ودعمنا أبنائنا اللي يعانوا منها وقلتي لي دكتورتي إنه واحد من كل عشرة تقريبا تقريبا مو بسهل ممكن أنا أتوقعك معلم طفلين في كل صف الدرس ممكن مو بسهل نعم إحنا بالإنجليز نقول ما نخليهم falling through the cracks ما نفقدهم نعم ف وحقهم الذي ضمنته له الدولة صحي صحي مخيفة ذا الكلمة مرة أوكي مسؤولية أمانة قبل ما أدعك ستابتي بس أبقر عن أو عيد بخصوص شركة tab payments الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي freelancers فهذه من أفضل الطرق للتسديد مع عملائك تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسل لعملائك من خلال التطبيق يسددونها بالطرق المفضلة لهم مثل ميدا أو أبل باي تحصل فلوسك على حسابك البنك يكون سهولة والأجمل أنك تقدر تقدم الخدمة لعلماك في المملكة وخارجها أستاذتي حبيبتي غاليتي كنز الوطن شكرا رسل عليك شكرا فخنا بك لا يوصف شكرا والتطور وتحقيق الرؤية بحول الله بوجودكم شكرا شكرا خليك ربي يسعد لي قلبك شكرا 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 نورتين ونورتي البيوت كلها شكرا شكرا جزيلا حبيبتي شكرا جزيلا